او دا كان يخدعك او لا اعترف رجعت لكم اليوم عشان نتكلم عن شي لها علاقة بالانيمي ما لها علاقة بالمانجا هل كنت تعتقدني بسمح لسبوعي عدي وما عطيتكم يا متابعين الانيمي ما تستحقونه مستحيل مقابكم هنا كبير في اخر حلقة من وان بيس شفنا مومونسكي يتخطب مع لوفي مثل ما تم ما بين لوفي وزونيشا مثل ما تم بين مومونسكي وزونيشا منين جهت القدرة هذه المومونسكي هل هي لها علاقة بوبو او بشخص اخر ايضا اودة لما يلمح يخدعك ولا لا جايين فصفصهم لذلك جهز نفسك وجهز الشي اللي روقك ايا كان هو مشروب او سناك ونستعد ويلا خلونا نبدأ موسيقى 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 ما هذا اسلام عليكم ورجعنا لكم مع واماضات ونظريات وون بيس هل ما راح نتكلم عما حدث في الانيمي من كلامه بين لوفي ومومونسكي هالقدرة اودا قاعد يتلاعب فيك يخليك تعتقد انه اخذها من ابوه اودن وقدرات اودن بما انه من الكوزوكي وانو عنده هكي ملكي وقاعد كل مارا يخليك تركز على هالنقطة لوفي عندك هكي ملكي مثل اودن قالها كايدو وقالها غيره اه هنا في واحد مار به الموقف يخليك نفس الطريق مار اودن فتعتقد ان اللي سوى الحركة هالي هو اودن فطبيعي مومونسكي يسويها اللي هي السماع لكنه ما قال اودن قال في واحد من قبل سماع اللي ماره في الطريق الى الحجر في زور كان اودن وروجر قد يكون اودن احس بالصوت حق الحجر فعلا لكن ارجع الفلاش باك اودن حلو حلو نمشي حبة حبة فلاش باك اودن مع روجر ركزوا على كثير من المحطات لا شي واحد مهم ليش ما صار اودن ما كان عارف اي شي عن العالم الخارجي ممتاز ممتاز راه ذهب في رحلة عشان يستكشف العالم الخارجي ممتاز ممتاز وصل زور ولما وصل زور اكتشف نكلم علاقة القديمة مع الكوزوكي ما اكتشفها اللف زور ممتاز ممتاز جاب لنا عن زور جاب لنا عن الحجر جاب لنا رحلته مهار جاب ليش ما شفنا في الفلاش باك ان اودن يكلم مع زونيشا ليش ما تخاطر اودن وكان زونيشا يقول امرني 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 ليش ما صار شي مع اودن ما بلازم يكون فيه هجوم طبع انك الشخص القادر على انك تخاطب كيان كان لثمانمائة سنة يجوب البحار ما احد قادر يسمعه ما احد قادر يتوصل معاه فاش معنى مومونسكي ولوفي لوفي هو فتى النبوءة لوفي هو المختار والموعود طيب مومونسكي ليه اذا كان بسبب اودن ليش ما تكلم مع اودن ليش بسبب اودن طاقم جوي بوي رفقة جوي بوي قبل اكثر من ثمانمائة سنة او المجموعة اللي كانت تساند جوي بوي كان واحد منهم من وانو وعلقه متصل الى وانو وقفز في الزمن اعتقد انك فهمت انا وين رايح صح؟ يا كافيشني يا كافيشني قفز في الزمن على اساس يروح للجوي بوي ويخليه يفتح وانو لان كان معوفنا وانو ما هتفتح حدودها لما قفز هذا الشخص او هذه الفتاة توكي ايه اللي كان عندها القدرة ايه اللي من العرق المختار اكثر من الكوزكي لما قفزت جاه اودن بعدين قالها لست انا من تبحثين عن قتلة لم اعد اهتم ليه ليه توكي لم تعد تهتم توكي عندها رسالة عندها مهمة تريد توصلها واحدة قفزت ثمانمائة سنة عشان تفتح حدود وانو واحدة خطرت فكر معاي هو دا يخدعني ولا يخدعك ما كان يخدعني ولا كان يخدعك هو يكتب قصتي بطريقة مجنونة ويبي يتلاعب فيني وفيك عساس يوصل للي يبيه توكي هي كانت متخم جوي بوي اقفزت في الزمن لان فتح حدود وانو يطلب دم معين قريب من الجوي بوي فايه كانت بتوصل الى فترة الجوي بوي ويكون بينه وبين اتصال او بينه وبين واحد من الكوزيكي اتصال وانشاء الجيل الجديد فحبت كوزيكي اودن ولم يكن هو الجوي بوي اللي قفزت عشانا حبت اودن وانجبت منه وتأكدت ان نسلها عند الصفة اللي هي تبيت ورثة اياها فقالت حق اودن خلاص ما يهمي شخص بعزيمتك بتربيتك بابنائك بهالقبيلة باللي انا قاعد اشوفها خلاص مهمة الجيل الجديد حملتها لهالشخصين اللي كان عند القدرة مين؟ مومونسكي مش البنت عشان كده خدت مومونسكي وانقلتها بالزمن وما انقلت بنتها مش مهمة بنتها ففتاة زي كده مستحين والله اوكي لقيت حب حياتي اودن فبتخلى عن مهمة الثمانمائة عام مم بسيط انك تحق من عصرك وجيلك والناس اللي حوالك ثمانمائة عام ما تقدر توجع فيها الا لان عندك مهمة سامية ونبيلة تستحق التضحية بحياتك عشانها فقفزت تكي ثمانمائة عام لكن طلع بقي عشرين سنة عشرين سنة اخطأت في حسابها اوكي ليش ما تقفز العشرين سنة هالي؟ لاني سويت المهمة الدم اللي انا ابيه هذا اللي لازم يقفز هذا الفتى ياني استنى يكبر ولما يكبر بيتلاقى مع الفتى الموعود وبيفتحون حدود دوانه وبيستطيع سماع الاحجاب وسماع فتى النبوءة وسماع زونيشة وسماع كل شيء لكن لما صاد مشكلة كايدو لازم انقلها الحين هذا اللي لازم انقله الولد الصغير اهم شيء احد يبقى يراقب الوضع في وان ويهيئ وان ولعودة الولد هذا عشان لاحد ينساه بعد عشرين سنة وهو اهم واحد ينتقل لو كانت القدرة عند الاثنين الام بطبيعتها راح تنقل البنت هذا واحد اثنين البنت اصغر اهم لانقاذ حياتها هذا ولد متدرب وعنده ناس تحميه البنت اصغر وكما كان يقول حكيم من حكماء العرب لما قالوا له انت عندك اكثر من عشرين ولد من اغلاهم على قلبك قال صغيرهم حتى يكبر وغائبهم حتى يعود ومريضهم حتى يشفى صحب الاب والام يختار بين احد من ابنهم الا الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى ف اصغر هذه بنت وصغيرة وتحتاج الحماية هذه المفروض انقلها بس في مصيبة لانا قلتها ما عندها الدماء اللي انا احتاجها لانت الاثمام المهمة فانقل اللي اكبر منها وقادر على الاثمام المهمة اللي هو مومونوسكي كدم لكن تراهيم قاعدة بنتها في وانو يوسط مع معه تحتاج جلد مو معنى لان البنت ضعيفة ما انقلتها لحد يعتقد لانه والله بنت ضعيفة لا في الثقافة اليابانية وطريقة كتابة اودا مع ما نضعوا للبنت بهالطريقة شفنا نامي شفنا روبن شفنا بوهانكوك شفنا 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 ما يعامل البنت على انها كائن ضعيف هي ابقتها لانا ما عندها صفات الدماء لكن عندها الصفات الجسدية والعاطفية اللي تخليها تتحمل عشرين سنة هاي يؤوانو لعودة اخوها هنا هي الفكرة فانقلت مومونوسكي لانا يستطيع سماع زونيشا ولش المنطق ان اودن ما سمع زونيشا ش المنطق ان اودن يوح مع روجر من وانو يوصلون مرة ثانية الى اليوجن ويطلعوا من اليوجن الى سكايبيا ومن السكايبيا ينزلون مرة ثانية فيمرون على زور ويروحون ويجوون عشان يكتشفون حقيقة وفي كائن من 800 عام موجود هذا الكائن موجود من 800 عام ما يختصوا لهم اكثر من نص الطريق ريلي قال وصلنا للحقيقة غير كاملة فيه جزء من الحقيقة او جزء من النص مفقود يجاوب عليه شخص موجود من هالوقت تكي قال ترح شوفها بعينك ما اقدر اشرح لك انا كل شيء فتكي عندها جزء كبير من النص لكن تكي ما عاشت 800 عام تكي قفزت فعندها هي ايضا جزء من النص مفقود من هو اللي عنده النص الكامل من هو الكيان الوحي اللي نعرف عاش طول هالفترة انه زونيشا ما احد قدر يتكلم معاه حتى لوفي يسمعه بس ما يقدر يأمره ما يقدر ياخذ منه المعلومات اللي يبيها حتى روجر لو امر زونيشا ما كان بياخذ منه المعلومات اللي يبيها يقدر يسمعه مثل ما اسمع ملوك البحر مثل مثل بس ما يقدر يأمره ليه؟ يحتاجون دم زي دم تكي معاه دم مثل الكوزوكي اللي موجودين شعارهم على ظهر زونيشا من اكثر من 800 عام ولهم علاقة بوانو وشي له علاقة بالجوي بوي فلما جمعها الثلاثة الوحيد اللي جمعها الثلاثة هو مومونوسكي فالقدرة هذي حتى اكبر دليلها ما كانت موجود عند اودن ان الريالي يتكلم عن رجل ان استمع للاحجار اودن ما استمعت و اودن لو يستطيع سماعة الاحجار كان عارف التاريخ كله من الحجر تكلم معاه هو يقدر يقع للحجر يقدر لما راحزو قار الحجر قارش مكتوب عليه بس الحجر هذا من 800 عام على ظهر زونيشا يعني الحجر هذا عاش الاشياء اللي عاشها زونيشا ليش ما اخذ المعلوات اللي يبيها منه كلها ليش الطوار يروحون يعرفون كل شيء في رفته السبب انه يستطيع قراءة الحجر يستطيع الكتاب على الحجر لكن لا يستطيع سماع الحجر هو ياخذ فقط النص المكتوب لكن باقي الحقيقة ما يقدر يعرفها فهذا اكبر دليل لما قالوا المومونسكي انت سيعقول فجر هذا العالم مو معنى ان المومونسكي هو الجوي بوي لا نوفي هو الجوي بوي لكن المومونسكي هو المفتاح اللي فيه كل الدماء فانتبهوا من اودة انتبهوا دائما لما يعطيك اودة طرف خيط لا تتعلق فيه مثل الغليق اللي لقى القاشة لأ قل الان تعطيني طرف الخير اشتبت لهيني عنه؟ انتبتوخر عيني عنه يا اودة انتبتتوخرني عن شيء اها امسك الخير بس دائما لا تطالع فيه انساه اها مسكت عليك الخير شنو اللي حوله؟ اللي حوله هو الشي اللي اودة مايبيك تشوفه عشان بعدين يقولك صدمتك فقدرة مومونسكي للتخاطر مع لوفي ليس لها علاقة بكونه من الكوزيكا وبكونه ابن اودن بل لانه هو من يحمل جينات ورسالة الجوي بوي دون ان يعلم عن طريق دماء توكي وهذا شيء ممكن يتوضح بعدين لا تنسون ترفيه سر خاص ما توضح لحد الحين لان مومونسكي قبل يجوني لوانو قال بجلس مع زونيشا ابي اعرف سر عائلتي قبل لا اروح شل اسرار اللي تعلمها مومونسكي من زونيشا شل الاشياء اللي لسه مظهرت كل هذا واكثر مع تقدم الحلقات راح نكشفه لكم شكرا على متابعتكم لهذه النظرية الجميلة السريعة شايك فيني وانا اطبل الروحي قل عاد ايه معاك حق واكتب يعني مو على طول تقصف المهم قلت مع نفسك قلت يزهر الله يسامحك يعني اهم شي حاولت اني اخلص قبل يخلص بسكوتك اتمنى اني خلص قبل يخلص بسكوتك و بالعافية و في النهاية يقل معي سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استخدرك واتب اليك لا تنسوا الاشتراك في قناة اللايك وشير و نشوفكم على خير موسيقى 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 موسيقى